في الفيديو الفتح نحاية الخاصة بالتكنولوجيا اللي هي سوفت وير و هارد وير و نتورك دلوقتي ندخل على الحاجات الخاصة بالعمليات طيب لو كنا نبص كده هنلاقي ان احنا عندنا رسورسز او البنية التحتية المادية المعرفية في البداية خالص هنا بالله بيئة العمل اللي تعتبر كعمل مريح للموظفين باش مؤدل الانتاجية باش معترف بالمعرفة المشاركة للمعلومات بصفة غير رسمية و احب يقولك انا اريد المعرفة فتدهوله تمام المعلومات برده بتشارك بشكل غير منظم حاجات كده بنقعد مع بعض كده بنقولها البعض مفيش نظام في تبادل المعلومات مفيش يعني النصايح والتكنولوجيا و الدراسة المستفادة مفيش منهج علمي مفيش حاجة بتكتب لا كل واحد بيقعد مع زميله اللي هو مصراح له بيقوله على الحاجة بيقعد مع الموظف اللي اسه جاي جديد فبتقوله على المعلومات طيب في المحدد بالله ان انا البيئة العمل والادوات العمل ومكان العمل معرفة كأنها عوامل بتأثر على التحفيز الانتاجية والمعرفة اصلي من الاصول بيبقى في نظام لها اللي ازاي هتوسك وازاي هتبدأ التبادلها وبالتالي بتتنقل من المفهوم الودي او المفهوم الصداقة لتحديد الصريح في حاجة منظمة في معلومات معاينة لازم تتنقل في المدور ازاي هندير الموارد اللي هي البيئة التحتية المادية والمعرفية بيتم تحكم في بيت العمل وتعدلها وتضر معاييرها لتعزيز تحفيز الموظفين والانتاجية بتاعتهم يتم ايضا حفز المعرفة الموثقة بشكل مناسب بتبقى مكتوبة ومنظمة بعد كاف التكامل تتكامل العمل باقيية مع استراتيجيات الأداء وتتكامل معرفة في النظم التنظمية بتفضل المعرفة المخزنة متاحة ونقدر نساعدها في أي وقت الابتمائز تستعمل مراجعة العوامل مكان العمل الفيزيائي باستمرار كل فترة بنبدأ نعمل الشكل ونتأكد انها تدمن ان الموظفين يشغلوا بشكل مريح وانهم مستراحين ومبسطين زي جوجل كده ما بتعمل الموظفين بتوعهم بحيث انهم يقدروا ينتجوا أكتر وبقى ساعة المروح مش عايزين يروحوا ونعزز هاكل المعرفة المسؤولة عن تمثيل ونشر بشكل منظم يبقى كده في شكل منظم لتبادل المعلومات المعرفة والمهارات والخبارات والأدوار والديناميكيات المرتبطة بذلك هنا في السفر هنا في غياب كامل لعمليات محددة لأدوار غمضة هاكل فريق بشمعروفة الآليات غير متناسقة لده اللي يمكن التنبؤ به الانتاجة يتعتمد على البطولات الفردية عقلية العمل مزدهرة عن النظام لا يوجد نظام في المحدد يتم تحديد أدوار نمزاجة معنوات البناء بشكل غير رسمي ويتم تشكيل الفرق بيتم التخطيط لكل المشروع نمزاجة معنوات البناء بشكل وصوكل يتم تحديد كفاءة نمزاجة معنوات البناء واستهدافها بتهتلاشة البطولات نمزاجة معنوات البناء مع زيادة الكفاءة ولكن تبقى الانتاجية غير متوقعة هناك نظام لكننا لا نستطيع أن نتنبؤ بالأداء المانشد التعاون داخل المنظمات بتاعت أدوات اتصال مشاريع ثبات تدفق المعلومات أدوار نمزاجة معنوات البناء مرئية وتم التحقيق الاهداف بشكل أكثر تنصيقه التكامل تم تكامل أدوار نمزاجة معنوات البناء واهداف الكفاءة داخل المنظمة تستبدل الفرق التقليدية بأخرى تحتمل نمزاجة معنوات البناء تصبح لعملات الجديدة جزء من ثقافة فريق المنظمة أو المشروع الانتاجية الآن متسقة ويمكن التنبؤ بها تمام المالبقى الامثل يتم تحديث أهداف كفاية نمزاجة معنوات البناء باستمرار لتتناسب مع التقدم التكنولوجي وتبقى متواقمة مع الأهداف التنظيمية تم استعراض ممارسات الموارد البشرية بشكل استواجد لدوان تصابق رأس المال فكري ومحتاجات العمل هناك مراجعة دورية ونرى لو في أي رأس نعدله على طول بحيث أن الأنشاط توصيل العمل مهمة جدا طيب بعدها نتناسب للمنتجات والخدمات حتى لو أنت في وجهة نفسك هنا كمل برضو قرية بحيث استفاد أكتر وكما قلنا أنت تعلم أنت هنا الزيت نيل من هنا الهنا ومن هنا الهنا ومن هنا الهنا ومن هنا الهنا بتبدأ تستعيم بأحد الخبراء بتتواصل مع الناس التي عملت بحيث للمقارنات مثل دكتور بلال بتقدر تتواصل معهم وتبدأ تشوف هربدأ نتنيل ازاي يعني ممكن في بعض الشركات ببقى سفر في بعض الشركات بقى خمسة عشرة واحدة واحدة بنبدأ نسعد به خطوات بحيث أن الشركة تتنقل في نوتك طيب لو قلنا المنتجات والخدمات المواصفات والتميز والبحث والتطوير هنا لدينا مشكلة كبيرة جدا تعاني متسلمات النمازك السوئات الأبعد أمام السوئات إما عالية جدا أو مخافضة جدا أو غير متسكة بتفاصيل بتبعت حاجة فيها حاجة أزد من لازم وحاجة تقلي من لازم فالموضوع مش مزبوط هنا عندنا بيان لتعريف تجزية المكون للنموذج السوئة السوئة البعيد في بيان معروف هنا بنتبنى موصفات المنتج والخدمة ومثلة لمواصفات تقدم النموذج ومستويات المعلومات البي اي بي بعد كده بيتم تحديد المنتجات والخدمات التمييزة وفقا للمواصفات تقدم النموذج أو مشابه بعد كده بيتم تقييم منتجات وخدمات نمزجة معروفة البناء مستمرار في حلقة تغذية عكسية أو ارتجاعية بتعزز التحسين المستمر القيادة والإدارة هنا عندنا كبار الإدارة في اختلاف حوالين نمزجة معروفة البناء أو كل واحد شايفة من وجهة نظر مختلفة بيانتفين على حاجة بيتم تطبيق نمزجة معروفة البناء وفقا لمطالبات المرحلة لا يوجد استراتيجية التوجيه مستمرار نتجة في المشكلة يتم التعامل مع نمزجة معروفة البناء كتطبيق التكنولوجيا بيانتفين بالابتكار وفرص العمل نتجة عن نمزجة معروفة البناء غير معروفة هناك مشكلة ضرب بيانتفكة حول نمزجة معروفة البناء هندعمها بيانتكامل بيانتكامل فيها في المحدد الكوار القادة والإدارة عندهم رؤية مشتركة بس تفتكر استراتيجية تطبيق نمزجة معروفة البناء للتفصيل قابلة للتطبيق يتم التعامل مع نمزجة معروفة البناء كعملية تغيير وتضافك تكنولوجي اللي هترفب بالابتكارات العملية والانتاجية فرص الأعمال ينشأة عن نمزجة معروفة البناء يعني متاحة بس غير موظفة المانجد هنلاقي ان الرؤية لتطبيق نمزجة معروفة البناء متواصلة ومفهومة من قبل معظم الكادر تقترن السراتيجية تطبيق نمزجة معروفة البناء بخصص عمل مفصلة ونظام للرصد تعرف نمزجة معروفة البناء لانها سسلة من تغييرات تكنولوجيا والعملية والسياسية التي تحتاج إلى إدارة دون عرقلة الابتكار فرص الأعمال نشأة عن نمزجة معروفة وتستخدم في جهود التصويق ممتاز اللي بعد كده يقوم الكادر بتشارك الرؤية عبر المنظمة او الشركات المشروعة يتم تكامل تطبيق نمزجة معروفة البناء والطلوات وتقارل عمليات المنتجات في القنوات التنظيمية والاستراتيجية واللدرية والتواصلية فرص الأعمال نشأة عن نمزجة معروفة البناء تعتبر جزء من الميزة التلفزية الفريق او المنظمة وفرقة المشاريع وتستخدم الجذب العملاء والحفاظ عليهم الأصحاب المصلحة عندهم رؤية ان نمزجة معروفة البناء واسعونها لتحقيقها بهمة يتم مراجعة استراتيجية تطبيق نمزجة معروفة البناء واثارها على نمزجة التنظيمية وعادة مؤامتها مع استراتيجات أخرى بسنرور كل فترة اذا كان هناك حاجة البداي يتم تطبيقها بشكل استبوكي تتبع الحلول المتقرة لمنتجات العمليات وفرص الأعمال التجارية والبحث الدقوب عنها دون هواته تمام تقدر واحد هنا متحقق معك بس كل ده مش متحقق يبقى ده انت سفر بس مش ينفع ان النت تتبع واخد 40 لمجرد ان في الوقت تتحقق بينما كل ده يعني لازم انت تطلع سنة بخاطة وخاطة لازم ده يكون موجود عشان ينفع تنقل هنا عشان ينفع تنقل هنا عشان ينفع تنقل هنا ممكن يكون عندك الإدارة فيها من نقطة ممتازة جدا بس كل ده مش بحقق يبقى انت مثلا هتلاقي هنا في البي مثلا نقطة مثلا او نقطة ما يفعش انت تقول ان انت وصلت لـ 40% تمام نكملين ان شاء الله